اشتركوا في القناة حلقتنا النهاردة بأمر الله تعالى من حلقات الزراع هنتكلم عن سمار الزتون هنحاول نفتح سمار الزتون وناخد من البزرق القلب بتاع البزرق او البزرق الصغيرة اللي هنحاول ان شاء الله نعمل عملية استزراع لها او نعمل عملية تشتيل لها نعملها شطلة ونحاول ونجربه دي بالنسبة لنا على المستوى الشخص اذا بنقول على اي حاجة بنعملها الاول مرة اول مرة نعمل طبعا احنا عارفين ان سمار الزتون او الزتون من الاشجار المبركة الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بيها كله الدهن ودهنه الدهن فانه من شجرة المبركة صدقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنحاول مع بعض ودي تجربة جديدة بالنسبة لنا نحاول نعمل زراعات للزتون زي ما احنا شايفين هنحاول نحط البذرة بامر الله تعالى ونشوف كده هنجرب التجربة الاول مرة وهنمشي معها الخطوات باذن الله تعالى احنا ان شاء الله في موسم الزراعة في شهر 11 بتبدأ عروة جديدة في الزراعات اغلبية الخضار والفكهة في خضار كتير وفكهة كتير وخضروات كتيرة سبحان الله في الاشهر دي اللي هي بتبدأ من شهر 11 او عروة شهر 11 الخضروات زي ما قلنا في الحلقة السابقة مثلا عندي الجرجير والبقدونس والشبت والكزبرة والنعناع الاخر فيه انواع كتير من الخضار والفكهة وفيه انواع كتير من نباتات الزينة والنباتات كل النباتات اللي احنا بنحتاجها زي ما قلنا في الحلقة السابقة كل واحد فينا بيشوف الحاجة اللي بيزرحها او الحاجة اللي بيفضلها سواء خضار او فكهة او مطلوبة بالنسبة لنا بنبدأ عملية الزراعة وشوفنا فيه الحلقة اللي فاتت البنك البذور احنا بنواصل بنك البذور مع بعض زي ما احنا شايفين واحنا هنا عشان احنا بنسبلنا اول مرة بنمل العملية ان احنا بنطلع البذرة الداخلية من سمار الزتون فاحنا هناخد السمار الكبير الزتون انواعه مختلفة احجامه مختلفة الوانه مختلفة عندنا العزيزة عندنا التفاحي عندنا الصغير عندنا المتوسط عندنا الكبير فاحنا عشان بنسبلنا التجربة اول مرة هنبدأ بالسمار الكبير فهنا النهاردة هنتكلم عن الزاتون من ناحية الزراع نحنا ناخد منه البذرة والبذرة دي نحاول ان شاء الله نفتحها في مجهودات بنحاول نفتحها ممكن بتفشل معانا وممكن بتنجح معانا احنا عندنا دي البذرة بنطلحها زي ما قلنا بيفضل السمرة الكبيرة لو احنا مثلا حطينا البذرة كده هو مثلا هنا ونشوفها كده دي احنا بالنسبة لنا هنعمل السمرة الكبيرة ممكن نعمل اي سمرة الزاتون موجودة عندنا صغيرة متوسطة كبيرة بس احنا بالافضل لو بالنسبة لنا التجربة اول مرة فاحنا بنعمل السمرة الكبيرة زي ما احنا شايفين دي السمرة او دي البذرة اللي احنا بنطلحها من السمار على حسب لون السمرة او حجمها فاحنا عملنا او بنحاول نعمل تجربة جديدة هنطلع القلب بتاع البذرة بتاعة السمار الزاتون في أفكار متنوعة وكتيرة ومختلفة لأهلنا الكرام أو الإخوة الكرامة اللي بتعلم منه الزراعة بزهم الله خيرا ففي أفكار كل واحد بيحاول بيجتهد فبيعمل التجربة بتنجح معاه فبينقلها فاحنا بناخد منه المعرفة وبنحاول إن شاء الله بنطبقها ممكن كتير تفشل معنا وممكن تنجح معنا فاحنا بنحاول ناخد التجربة وده بيشجعنا على إن احنا ناخد التجربة ونحاول لو فيه مكان ينفع لزراعة الشجر الزيتون فيه إن شاء الله هيبقى فيه حلقة في مكان ما لقينا أشجار الزيتون صغير يعني في مستوى طنة وفيه أشجار الزيتون كبيرة وطويلة فممكن إحنا لو إحنا زرعناها في سطح بحجم محدد أو حددنا حجمها ممكن تكون شجرة الزيتون صغيرة وده اللي أنا عايزة أقوله إن فيه أشجار لو أنا حطتها بتلتزم بالحاجة اللي فيها لو إحنا عملنا أشجار مثلا زي ما بيقول مثلا إيه تقزم الأشجار بيبقى فيه الإخوة الكرام بطريقة معينة بتكنيك معين بيعمل عملية تقليم للشجرة بطريقة معينة عشان إن شاء الله تتقزم بس ما بتأثرش في نوعية السمار أو حجمها هو الفكرة إن هو بيخلي الشجرة متقزمة عشان تناسب البلقونة أو السطح اللي عندي لأن أنا عندي زي ما قلنا في الحلقات السابقة أو بنقول في الحلقات الجديدة معنا أنا أنا عندي المكان ما ينفعش نعمل فيه شجرة الزيتون ما ينفعش يعمل فيه نخلة ما ينفعش يعمل فيه شجر الموالح المرطقان المنجر استغندي لارنجي الأخير ومن كل الأشجار اللي إحنا عارفنا للفاكة فإحنا بنحاول خدنا الفكرة وده فايدة إن إحنا بنتعلم الناس أفاضل جزام الله خيرا بناخد الأفكار الفكرة اللي إحنا خدناها إن أنا لو حطيت البذرة في مكان معين بحجمه معين ممكن تدينا الإنتاج إحنا عايزين حتى إنتاج متواضع مش عايزين الإنتاج الكبير أنا عايزة مثلا أعمل لو تطلع لشجرة الزيتون مثلا حوالي تسعين سنتي أو متر أو متر وربع يريد فضل يعني بالنسبة لنا عشان إحنا إيه أول مرة نعملها في البلقون طيب إحنا بقى هنتكلم عن الأفكار اللي إحنا عمناها عشان نطلع البذرة فإحنا هنا زي ما قلنا لو إحنا لخصنا المقدمة إن إحنا بنختار السمارة الكبيرة فيه الزيتون بنحاول تكون سمارة كبيرة إحنا بنسبلنا لو أول مرة لو إحنا عايزين أنواع مختلفة من الزيتون إحنا هنقول الخطوات اللي إحنا عمناها وإن شاء الله نبقى في حلقة نعمل الخطوات دي إحنا عملنا الخطوات وقلنا لو نكحت معنا هننزل بيها ان شاء الله في حلقة عشان تبقى توصيك لنا وبعد كده ان شاء الله نعمل الخطوات اللي احنا عملناها وتعالوا مع بعض الفكرة الجاية ان شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم احنا شفونا افكار متنوعة للاخوة الكرام جزام الله خيرا في فتح البذرة بتاعة السمار الزتون السمار الزتون او البذرة بتاعة الزتون مختلفة عن البذور التانية في افكار كتير وجابت نتيجة مع اصحابها احنا هنقول بعض الافكار دي واحنا عملنا ايه في ناس ما تيجي تزرع بتطلع البذرة احنا مطلعين البذرة فلسه فيها بقايا الزتون بس بنوري الفكرة بيخسلوا البذرة كويس جدا احنا ان شاء الله هنبقى نشوف الفكرة اللي احنا عملناها او الخطوات اللي احنا عملناها دي هنشوفها ان شاء الله مع بعض في حلقة بس زي ما قلنا احنا عملنا التجربة لما بفضل الله سحونا تعالى نكحت وطلعنا القلب او البذرة الداخلية لصمرة الزتون فاحنا حبينا نمسك التجربة وان شاء الله ممكن نعمل الخطوات بتاعت التجربة دي نعملها في حلقة باذن الله طيب في ناس بتعمل ايه طبعا مفروض البذرة بتضغسل كويس جدا بتشال كل اللي فيها من البقايا بتاعت الزتون الزتون ده مستوي جدا جدا لو احنا بصينا كده مستوية ازاي شايفين وانا بضغط عليها وانا بضغط عليها لما اجي افتحها بالسكينة شيء طبيعي هيطلع معي الجزء من اللحم بتاعها وبرضه يبقى فيها بعض الزتون فبخسلها كويس جدا جدا بنقحها في ماء تجاه دي الخطوات اللي احنا عملنا طيب فيه افكار بقى مية سخنة ناس بتعملها بمية سخنة فيه ناس بتعملها بمية فيه ناس بتاخد البذرة بعد ما بتخسلها بتعطها في رمل فيه ناس بتاخد البذرة بتعطها في التربة الزترعية العادية التقليدية اللي بنزرع فيها وده بيطلع وده بيطلع وده بيطلع احنا بالنسبة لنا بقى على مستوى الشخصي عملنا تجارب ومحاولات فاحنا قلنا اه تم نطلع البذرة كده ونشطفها ونعمل نخسلها كويس يعني احنا فتحنا سمار والزتون خدناها وفتحناها ونقينا سمار الزتون الطرية زي ما احنا شايفين احنا جايبين هنا المرة دي سمار الزتون لغارة ان احنا هنزرع سواء بقى هنخلله او هنعمله زيت فاحنا اخترنا نوعية الزتون الكبيرة الصمرة دي شفناها فقلنا هي دي افضل بالنسبة لنا عشان احنا اول مرة ناخد منها البذرة فاحنا عملنا ايه رحنا واخدين الصمرة وطلعنا منها البذر وغسلنا كويس جدا ونشفناه طيب نعمل ايه بقى يا طرى ننقحها ولا نحطها في مياه سخنة ولا نحطها كده في تربة زراعية ولا نعمل ايه الافكار فيه ناس بتحط الزتون زيت نفسه في التربة الزراعية وجابت نتيجة فيه ناس بتغسل دي كويس جدا من المياه وبتحطها وجابت نتيجة فيه ناس بتكسرها وجابت نتيجة فاحنا هناخد ايه احنا بناخد الوسط يعني احنا بناخد التجارب دي وزي ما قلنا في اي حاجة بنصنعها انا باخد اقرب فكرة ليه بالنسبة לי شفتي ده قصر شفتي ده ناقع شفتي ده حطها في مياه سخنة شفتي ده حط الي البذرة نفسها في التربة الزراعية. حطها فرمل. حطها فطينة. ايا كان. انا باخد الافكار دي بتديني فكرة جديدة. الفكرة الجديدة بالنسبة لنا ايه? ان انا باخد الاهم حاجة عندي البذرة الداخلية دي بتاعة الزتون. زي ما احنا شايفين كده. لو احنا مسلا انتخلنا كده الزتون. ان اهم حاجة عندي البذرة دي. لازم تطلع بازن الله سليمة. فعملنا بعض المحاولات اه بالشكوش بايد الجرن باي حاجة صلبة. ادي المحاولات عملناها ايه? ابتدت تفتح معنا بس للاسف القصر. ادي ايه? دي ما احنا شايفينها كده. وده الخشب بتاع البذرة. فطبعا اه اهم حاجة وحنا بقى ما بنيجي لو احنا مسكنا شكوش او ايد الجرن في ناس بتعمل بزرادية. سواء زرادية بتاعة الاكسسورات النحاس او بتاعة الكهرباء. بتيجي تعمل ايه بقى? بتيجي تضغط من هنا. من الحرف ده. بتضغط عليها. فبتحاول تكسر الخشب اللي هنا كده ده. فلما بتكسر الخشب اللي في الحرف اللي في الطرف ده. لو بصينا كده. في الطرف ده كده. فبتروح فتحة البذرة وبتطلع القلب ده. وفي ناس بتكسرها بالطول. دي طبعا ما شاء الله حرفة فيها حرفانة فيها. وفي ناس بتكسرها كده بالعرض. طي الافكار دي جات ازاي? حاول مرة واثنين وثلاثة. طلعت معاه اول مرة بالطريقة دي. وممكن تطلع معاه من اول مرة بالطريقة دي. فبيحاول مرة واثنين وثلاثة. فلما بتطلع معاه بالطريقة اللي هي بتطلع باي طريقة. احنا بالنسبة لنا دي كانت اول مرة طريقة معنا كده. حوالي تلت او اربعة او خمس بزور من الزتون. اتكسروا معنا. ليه? لما جينا كسرنا. احنا خدنا خلفية ان البذرة صلبة. فلما جينا نضق او نخبط عليها بالشكوش او بيد الجرن. فاحنا عندنا خلفية او ثقافة انها صلبة. ليه? الاخوة الكرام اللي احنا شفناهم اتقالوا كده انها صلبة وصعبة ان احنا ايه? نكسرها بالطرق التقليدية. فانا لما انا اعملت كده خدت الفكرة دي وقتديت انا نفزها بنفس الطريقة. جيت اعمل احتعمل كده. اه بالنسبة لي كانت مفاجأة انها تتفتح بالمنظر ده. وبالنسبة لي كمان ان هي تتكسر اه بالسهولة دي. انا في حاجات نقعتها وفي حاجات ما نقعتهاش. اه زي ما قلنا في الاول ما بنيجنعمل اي تجربة وبنمشي زي ما بيقولي الكتاب. ففي افكار نقعتها. يعني خدت الافكار ونقعتها. وفي افكار اه قلت ما اضرب. اما اشوف كده ما اكسرها. فمرة واثنين وتلاتة عرفت. عرفت ان انا حاول ابعد لو احنا اجبنا البزرة دي كده. احاول ابعد عن النص ده. الحتة دي. الحتة دي فيها البزرة. لو انا ده كسرت بالطول كده. زي الخشبة كده ما احنا هتنا لها. لو عملت بالطول بعنف او بقوة. اه هلاقيها اتكسر زي ما احنا شايفين كده. بتادينا النتيجة دي. فانا بحاول ايه لا? يعني انا كل مرة بكسر فيها بزرة. بشوف انا كسرتها ازاي? وتلعتلي كده ازاي? يعني في مرة كسرت خالص. الدغضغت خالص. وفي مرة طلعت زي ما احنا شايفين كده. وفي مرة طلعت في قلب الخشبة او الجزء الخارجي اللي هو الخشبة الخارجي بتاع البزرة. شايفين? يعني مرة تلعت كده. مرة تلعت دغضغت خالص. مرة تلعت كده. دي لما تلعت بالمنزر دي. بالمنزر ده كده يعني. شجعتني ان انا كل ما باقى اعمل بزرة بطريقة. يعني انا عرفت تكسرت من ايه. اه دقت بالشاكوش بايد الجرن بقوة وبصلابة. فكسرت. واحدة تكسرت الدغضغت كلها. واحدة في النص واحدة في الطول. فكل تكسير او لما تدغضغت. ابتدت تديني شكل معين للقلب بتاع البزرة او البزرة الداخلية زي ما احنا شايفين. فالشكل ده كان آخر آآ مرحلة بالنسبة لي في آآ زي ما نقولي نامة لم اوفق فيها. فارحت عامل ايه? خلاص عرفت. فلما جيت في البزرة دي لأ استبعد الوسط ده خالص هنا. فعملت ايه? ابتدت اركز في ان انا بضوء هنا كده. اركز كده ممكن مسلا بفوطة با قطعة وماش قط. بعد ما خسلها وتنشف ارح عاملها كده. وفي روح تمطلع البزرة على طول واحتكسرها بنفس الشكل احنا شايفينه ده تلاقي بالمنظر ده. ده الشكل النهائي بالنسبة لنا. آآ زي ما قلنا اهي دي لسه البزرة جوه سليمة. اهم حاجة بالنسبة لنا البزرة تكون سليمة. زي ما احنا شايفين. طبعا احنا هنعمل تجارب ان شاء الله يعني هنحاول بقى بازن الله تعالى تكون عندنا البزور مجموعة او كمية من البزور نحاول احنا مش هنقطر في زرع الزتون لان الزتون ليه معاملة خاصة وليه كيفية خاصة فهنحاول بنعمل تجربة. ان كانت تنفى معانا وباذن الله اذا ربنا قررت سبحانه وتعالى وبتمشي معانا الخطوات صح وان خدت وقتها وعمرها الزمن الافتراضي عشان تطلع انتاج احنا ماشيين معها. ادتنا الورق بتاع الزتون ماشيين معها باذن الله. ادتنا سمار الزتون ان شاء الله بامر الله ماشيين معها خطوة بخطوة احنا بنتعلم التجربة. التجربة هنا احنا بناخدها ليه? لان احنا ان شاء الله بنحاول بقى ايه نخرج عن الانطاق التقليدي. في زراعة نكحة معانا. اللي هي الاساسيات زي البصل والطوم والبطاطس. وفي حاجات زي الخضرة والشبط البقدونس والكزبار الحاجات السهلة دي. فليه لا ما نخد تجربة جديدة في منتج جديد على الزتون زي ما احنا شايفين. فاحنا هنا لما عملنا كزا محاولة او اللي هيعمل ان شاء الله المحاولات دي. لما يجي يكسر الزتونة يشوف كسرها ازاي. شكل الزتونة بعد ما بتتكسر معاه بتديله الشكل اللي هو كسر بيها. زي ما قلنا اول مرة تفشفتت كلها. تاني مرة ابتدت تبقى فيها جزء في القلب الخشب بتاع البزرة. تالت مرة نص ونص. روابع او خامس او سادس مرة. لان اعملت محاولات كتير اصراحة. تلعت بالمنظر ده. هنا خرجت من القلب بتاعها او من الخشب او التجويف بتاع الخشب بتاع السمرت الزتون. فهنا لما خرجت اه كده في ان شاء الله نجاح للتجربة. رحت عاملة خدت بالي زي ما قلنا لطريقة التكسير ازاي? لان احنا كل ما بنجي نكسر. بشوف كسرت ازاي? بشوف النتيجة تلعت ازاي? فلما انا كسرت تلعت بالشكل ده. يبقى احنا كده الحمد لله. يعني نقول مسلا عملنا بتاع عشرة. اه ما نجحوش معنا. فطلع التلاتة. بطريقة سهلة جدا. التلاتة دول ما ناقعتش. يا ضوب خدت السمرت الزتون زي ما احنا شايفين كده. رحت عاملة ايه? ما ناقعتهاش. وحطتها شيلت منها البزرة. اه غسلتها كويس جدا. وبعد ما غسلتها كويس جدا زي ما قلنا. هي بتبقى مستوية. فلازم هتديني الشكل ده. دي فيها الزيوت. فيها بقايا اللحم وفيها الزيوت. فهتديني بالشكل ده. فانا لما غسلتها. قلت اجربها. مش لازم اعمل خطوات اللي الاخوة الكرام عملوها. انا خدت منه من معلومة واستفدت. جزام الله خيرا. فابدأ انا اعمل فكرة جديدة. فاكسرت. انا كسرتها بالشاكوش. عشان بقى ايه برضو? بس بالراحة. يعني استبعدت ان كان تركيز هنا. الحتة دي لو انا ضغطت عليها قوي. حلقات فتفتت. هتدينا النتيجة اللي احنا شايفينها دي. احنا لو بصنا كده. لو قربنا. لو انا ضغطت هنا طول عرض او هنا في الوسط كده هتدينا النتائج دي. فهنتعلم ايه? كل مكسر مرة اعرف انا كسرت ازاي? اعرف الخطأ جي من اين? فلما بعرف الخطأ جي من اين? بوصل بازن الله للنتيجة اللي احنا شايفينها دي. فطلعت معانا بالشكل ده. الخطوة الجاة بقى ان شاء الله او في الحلقة الجاة هنعمل ايه? هنحاول نحطها في التربة زراعية ونشوف الخطوات اللي احنا بنزراحها اول مرة. فاحنا بنعمل الف بي او نتعلم الف بي ازراعية بزور الزتون. فاحنا الحلقة دي كانت حلقة بسيطة نوعا ما سهلة. اه ملخص اللي احنا عملنا في الحلقة ان احنا جبنا صمار الزتون. اخترنا صمار الزتون الكبيرة المستوية عشان نطلع منها البزور. اه في محاولات مختلفة. ممكن ننقاحها. ممكن نحطف مياه سخنة. اه ممكن في اخوة كرام حطوها البزور زي ما هي كده في رمل طلعت معهم نتيجة. في اخوة كرام حطوا صمار الزتون زي ما هي من غير ما يفتحوا البزور. فطلعت معهم نتيجة. فكل زي ما قلنا في الحلقات السابقة او في اي حلقة بنتكلم فيها. انا بشوف اقرب حاجة بالنسبة لي ايه? وبمشي عليها. احط الزتون سمار طلعت معايا امشي. احط البزور طلعت معايا امشي. اه اشوف كل مرحلة انا بعمل بتطلع ايه? عشان اتفادل الخطوات دي. او احنا كده بنتعلم. يبقى احنا كده بنجيب كما ممكن نجيب كيلو او احنا جايبين بنخلل او بنعمل زيت زيتون بنعمل نوعية معينة بجيبها باخد منها حبة او باخد منها بتاع حوالي مسلا مس عشرين حباية مسلا. وابدأ اعمل التجارب دي ان شاء الله لحد ما تطلع معنا التجربة بازن الله تعالى. احنا هنطلع معنا التجربة التلاتة. ده بفضل الله سبحانه وتعالى. فحنا في الحلقة القادمة بازن الله تعالى. هنشاء الله هنعمل عملية ان احنا نقطع في آآ تربة زرعية او نعمل عملية تشتيل للبزرة. هنشوف الخطوات بازن الله تعالى. وان شاء الله لحد ما نتقابل استودعكم والله الله لازل الله تضيع وضعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. أشرباء السلام. اشتركوا في القناة